مع دخول روسيا دائرة الحرب في سوريا وتفردها بالأجواء السورية في محاولة لضرب مواقع داعش على الأرض فتح النقاش مجددا عن مصير الطائرات المدنية القليلة التي ما زالت تحلق فوق سوريا وعلى رأسها الميدل إيست أو طيران شرق الأوسط منذ نحو عام أصدر رئيس الحكومة قرارا قدى بوقف الرحلات التي تحلق فوق شمالي سوريا وتحديدا حلب وبالتالي فقد حولت رحلتا أربيل ويرفان أما الخط الآخر الذي تسلكه الميدل إيست بمعدل 40% من رحلاتها اليومية فهو مزال مفتوحا أمام العراق والأردن ومنهما إلى الدول الخليجية الأخرى وهذا الخط يبدأ من شك في الأرز في الحدود اللبنانية المحاذية لعرسال ثم إلى القريتين في ريف حمص حيث تحلق مدة 20 دقيقة فوق الأراضي السورية وعند دخول الأجواء السورية ألزمت منظمة الطيران الدولي جميع الطائرات المدنية أن تحلق على ارتفاع 27 ألف قدم فلماذا اعتمد هذا الارتفاع وكيف يجري التنصيق بين الطيران المدني والحربي في مناطق النزاع سلم به أنه كيفة الطيرات المدنية تطير على ارتفاع تحت 34 ألف قدم أي بحدود 10.200 متر بالنسبة للطيران الحربي العسكري فهو يطير ويحلق على ارتفاع يزيد عن 34 ألف قدم وبالتالي من الصعب جدا أن تصدم الطائرات المدنية بالطائرات العسكرية لأن مجال عمل كل نوع من هذه الطائرات هو مجال محدود ولكن الخطورة أين؟ الخطورة هي تقع عندما تتم طلعات جوية بهدف القصف والتدمير المواقع للتكفريين في المدن أو القرى أو الأماكن محددة ويصالف أثناءها مرور الطائرات المدنية هنا تقع الخطورة وخاصة أنما تكون حركة الطيران الحربية هي حركة مكثفة جدا بطلعاتها وبغراتها ما في بيكون تنسيق؟ ما بين الطيران المدني والطيران العسكري لا يوجد تنسيق اليوم الروس طلب من الأمريكين يخلو الأجواء كمان خوفا من التصادم ولا عشان تصادم المصالح هذا صحيح؟ الواقع هناك وجهان لهذا الأمر الوجه الأول عند عمل الطائرات الحربية على موقع معين من الأرجح أن يكون هناك تصادم إذا لم يكن هناك تنسيق في عمليات الطلعات الحربية ولكن الوجه الآخر لعدم تحليق الطائرات الأمريكية هي أن التحالف الدولي والأمريكيين تركوا الساحة للروس للعمل في هذا المجال يذكر أن مدينة القريتين التي تسلكها الميدل إيست تتعرض منذ أيام لهجمات جوية نوسية مستهدفة مواقعة لداعش ويذكر أيضا أن سؤالا عجز المعنيون عن تقديم إجابة له لطائرين ميدل إيست وهو في حال وقع أمر طارئ استدعى هبوطا اضطراريا في سوريا كيف يتصرف الكابتن؟ هل يهبط إلى أحد مواقع داعش؟ أم ينتظر إقلاع طائرة سخوي محلقة صدفة بجواره تطير بطائرته فوق سوريا؟ أول بري قناة الجديد